نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني تمرين افتراضيا لنشوب حريق في خزان الديزل وإصابة فني الصيانة بمحاطة دورتنين لإنتاج الكهرباء والماء وذلك بالتعاون والتنسيق مع مدرية شرطة المحافظة الجنوبية ومركز الإسعاف الوطنية ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة من التدريبات العملية لرفع جهازية إدارة العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بتعامل مع جميع البلغات وقياس مستوى الأداء والجهزية وسرعة الاستجابة وذلك بهدف حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز سلامة المباني أثناء التعامل مع الحالات الطارئة بالإضافة إلى تقييم الاستعداد لتنفيذ الخطط المعدة والاستجابة للقيام بعمليات الإطفاء والإخلاء والإنقاذ في المباني والتواصل مع الجهات الرسمية المقتصة أثناء ذلك